تايتانيك واللي بيجهلها كتير من الناس ان شركة وايت ستار لاين المالكة للسفينة كانت اتعاقدت مع حد بناء السفن لشركة هارلندن وولف على بناء 3 سفن ضخمة لتشغيلها واستخدامها في عبور المحيط يعني السفينة تايتانيك كانت اخت من 3 توائم بتملكهم الشركة مع طبعا بعض الفروقات البسيطة اللي يقدر يميزها الخبراء اول السفن اللي تم انتاجها وتسيرها في المحيط كانت السفينة اولمبيك واللي بدأت رحلتها في 10 اكتوبر عام 1910 يعني تقريبا قبل انطلاق تايتانيك بسنة ونص كاملين لكن بعدها بحوالي سنة وفي 20 سبتمبر عام 1911 ارتكب قائد السفينة اولمبيك خطأ ادى لارتطامها مع السفينة الحربية البريطانية HMS Hook والمفاجأ بقى ان قائد السفينة اللي ارتكب الحادث ده هو نفسه الكابتن ادوارد جون سميس كابتن السفينة تايتانيك فيما بعد وبعد الحادث ده بدأت سلسلة من التحقيقات اثباتت خطأ السفينة اولمبيك وتحميل الشركة المنتجة ليها اغلب التكاليف والقرارات دي تسببت في خسائر ضخمة جدا لشركة واية ستارلاين وطبعا الامر ده ادى لخلافات كبيرة مع شركات التأمين ونظرية المؤامرة بقى في الموضوع ده بقى بتقول ان الشركة بدلت تايتانيك باولمبيك علشان يرجعوا يغرقوها تاني بطريقة يخلوهم يستفيدوا من قيمة التعويض من شركات التأمين واصحاب النظرية بيقولوا ان الخطة دي حازت على موافقة المسؤولين الكبار في الشركة ومن ضمن المسؤولين دول كان المليونير جون مورغان الممول الرئيسي للشركة وبالرغم من ان الموضوع كان في غاية السرية والعاملين على الموضوع تم تهديدهم بفقدان وظائفهم لو صربوا اي معلومة الا ان ده ما منعش ان بعض المعلومات تتصرب من هنا او من هنا وبدأت تنتشر وتتناسر وفي انها تلقف المعلومات دي المهندس والكاتب البريطاني روبين جاردينر وقالف مجموعة من الكتب اشهرها تايتانيك السفينة التي لم تغرق ابدا ومن خلال مجموعة الكتب دي قدم جاردينر كتير من الطعون واثار كتير من الشكوك اللي بتؤيد احتمالية تبديل السفينة بالفعل مع ولنبك وكان من جملة الادلة اللي قدمها جاردينر هو إلغاء خمسين شخصية من المسؤولين الكبار لحجزهم اللي كان مؤكد على السفينة واضاف ان الكارثة كلها كانت نتيجة عملية احتيال تأمينية وما كانش الهدف منها قتل الناس انما كان المتوقع انه يتم اغراق السفينة والاستفادة بقيمة التأمين بعد ما ينقذوا الناس عن طريق الاوارب الصغيرة اللي من المفترض انها تنقل المسافرين لسطح سفينة تانية ممياء الحظ التعييس هي ممياء فرعونية معروضة في المتحف البريطاني من عام 1889 وقصة الممياء دي بتحكي عن اميرة فرعونية كانت الابنة الوحيدة لابوها ملك البلاد وقبل ايام قليلة من زفافها على امير من خارج الاراضي المصرية ماتت الاميرة بعد تعرضها لحادث فابوها الملك امر بتصميم افضل تابوت وحنتها افضل تحنيط ومع مرور السنين اكتشف اتنين من علماء الاثار الانجليزي القبر والممياء فخدوا الممياء معاهم لدراستها بشكل اكبر في معاملهم في انجلترا لكنهم تعرضوا بعديها لحادث وماتوا هما الاتنين وتبرعت عائلاتهم بالممياء للمتحف البريطاني وعلى الرحلة في تيتانيك كان من ضمن الركاب اللي موجودين رائد الصحافة الاستقصائية البريطاني ويليام استيد وهو احد الضحايا اللي ماتوا خلال الكارثة ومع استجواب بعض الناجين لمعرفة اسباب الحادث ادعى البعض ان ويليام استيد كان بيحكي في جلساته عن الممياء الملعونة وكان بيقول انها تسببت في حوادث كتير في المتحف البريطاني وهو الامر اللي خلى ادارة المتحف تتخلص منها وتبعتها لمتحف في نيويورك واكد ان الممياء كان بيتم منها لها على السفينة وكان دايما يدعي بالناس يقول لهم انا خايف من مفاجآت ممياء الحظ التعيس وهو الكلام اللي تسبب في انتشار نظرية غرق السفينة تيتانيك بسبب لعنة الفرعنة احد النظرات المشهورة برضو هي النظرية اللي بتدعي ان الحادث كان نتيجة للصراع المذهبي بين الكاسوليك والبروتستانت في الفترة دي كانت الصراعات المذهبية مشتعلة جدا في اوروبا ما بين المذهبين والنظرية اعتمدت على حادثة شهيرة حصلت عام 1886 في ايرلندا وتحديدا في شركة بناء السفن المعروفة باسم هارلندن وولف وهي الحادثة اللي اغلب موظفين الشركة البروتستانت هجموا على زملائهم الكاسوليك وهو الامر اللي ادى مع دخول القرن العشرين لتناقص اعداد الموظفين الكاسوليك في الشركة لغاية ما انتهوا تماما مع دخول القرن العشرين ونظرية المؤامرة في الموضوع بتقول ان في مجموعة من الكاسوليك وخاصة من ركاب الدرجة التالتة في تايتانيك اكتشفوا ان رقم بدن السفينة مكتوب بطريقة فيها اشارة لرفض البابا في روما وهو الامر اللي اعتبروا كتير من افراد المجموعة نزير شقمه وبناء عليه اتحمس بعض الافراد واشعلوا الحرائق وفككوا مسامير من بدن السفينة والغريب بان النظرية دي كان لها مؤيد من العيار الثقيل وهو المحامي والمؤرخ الامريكي جون والتر لورد وهو الشخص اللي اكد على صحة الادعاء ده في كتابه عن تايتانيك اللي بعنوان انايت توريميمبر او ليلة لا تنسى وعرض لورد في كتابه صورة رقم السفينة وطريقته المكتوبة بالعكس واللي بتوحي للقارئ انها مكتوبة نو بوب او لا للبابا الصحيفة الامريكية وساعة الانتشار والمعروفة بالواشنطن بوست نشرت نظرية فيها اتهام مباشر لجون مورجان الممول الرئيسي للسفينة وقالت انه هو اللي تسبب في تدبير حادث تايتانيك لرغبته في التخلص من بعض الخصوم وكان المقال بعنوان هل جون مورجان معادي للسامية؟ وعلشان نفهم نظرية المؤامرة دي فلازم نفهم بعض الحاجات جون مورجان ده كان بيتم وصفه بانه المصرفي الاعظم في امريكا وكان بينه بين عائلة روسشالد المصرفية الشهيرة تعاون وتنافس في نفس الوقت وعائلة روسشالد دي هي عائلة يهودية عريقة في سوء المال عملنا عنها حلقة منفصلة قبل كده على عشوائيات وكان هدف مورجان هو انشاء اقتصاد بديل عن طريق انشاء بنك احتياطي فيدرالي امريكي لكنه كان بيقابل معارضة جديدة من شركائه وخصوصا جيكوب أستر وإيزي دوريس تراوس وبنجامين جوجنهايم وكان مورجان بيعتبر الاقطاب دول هم السبب في تقوية شوكة البنك اليهودي وعلى حسب تحليل الجديدة فجون مورجان كان بيبص اكتر لمصلحة امريكا او ربما انه كان من المتأثرين بافكار معادات السامية اللي كان بدأ الترويج لها في اوروبا وقتها والاخبار اللي تم ذكرها في المقال اخدها البعض وافترضوا انه جون مورجان قرر انه يتخلص من شركائه لاضعاف عائلة روسشايلد واللي بيؤيد الكلام ده من وجهة نظرهم ان مورجان اعتذر عن الرحلة في اللحظات الاخيرة بحجة انه تعبان شوية وهو الامر اللي تم نفيه بعد كده والتأكد على ان مورجان قام بشراء بعض المفروشات لمجموعة الفنية في نفس اليوم صحيفة الديليميل البريطانية هي كمان كان لها نصيب من نظريات المؤامرة صحفي التحقيقات الارلندي المخضرم سينان مولوني درس حادث تيتانيك على مدار 30 سنة ووصل في النهاية ان في حريق حصل في اللحظات الاخيرة قبل انطلاق السفينة تيتانيك وحدد كمان مكان الحريق بالقاب ورقم 6 وقال ان الترتبات اللي كانت معمولة لانطلاق السفينة ما كانش ينفع انها تتلغي في اللحظات الاخيرة وخصوصا مع حالة الزخم الاعلامي اللي كان مصاحب للانطلاق وعلشان كده من وجهة نظره التاقم قرر انه يسيطر على الحريق وما يعطلش الرحلة كلها لكن خلال الرحلة وتحديدا في اليوم الثالث من الابحار اشتعل الحريق مرة تانية وبعد تقييم الموقف من القبطان وكبير المهندسين قرروا ان افضل حل لتجنيب السفينة الزعر والفضائح هو محاولة السيطرة على الحريق وزيادة سرعة السفينة للحد الاقصى علشان يوصلوا للمينة بسرعة ويعالجوا الموقف لكن اللي حصل ان مع السرعة الكبيرة دي خلال الليل البارد والظلام الدامس حصلت المشكلة واستضمت السفينة بجبل الجليد واللي كان كافي انه يعمل شرخ في بطن السفينة واللي كان اصلا ضعيف بسبب الحريق وطبعا المية تدفقت للسفينة بسرعة وغرقتها وتعتبر نظرية ملوني هي اكتر النظريات المقبولة عند بعض الخبراء لكن مع ذلك بعض الخبراء بيقولوا ان حرائق السفن واشتعال الفحم كانت حاجة بتحصل بصورة دورية في مختلف الرحلات ويعتبر حادث عادي بيتم السيطرة عليه بدون مشاكل